خمسة أشياء ساعدتني لتحسين نطقي للغة الإنجليزية حلقات البودكاست الصوتية كل كلمة على حدة الرموز الصوتية أستمع لنفسي مبدأ عدم اليقين وإليكم التفاصيل السلام عليكم ومرحبا في هذه السلسلة الجديدة التي تساعدكم في اكتساب اللغة ذاتيا نعلم أن اللسان هو أكثر عضو متعب عند تعلم لغة جديدة وأن بعض اللغات لا تتقيد بقواعد ثابتة فيما يخص التهجئة والنطق مثل اللغة الإنجليزية لكن هذه النصائح والطرق التي سوف نعرضها اليوم في هذا الفيديو سوف تساعدك إن شاء الله لاكتساب اللسان الإنجليزي وأيضا لأمر مهم هو إصلاح ما أفسده الآخرون فغالبا لديك كلمات إنجليزية تنطقها بشكل خاطئ لأنك سمعتها من شخص آخر بتلك الطريقة أولا الاستماع للمواد الصوتية البطيئة الاستماع أمر مهم جدا ومحوري لاكتساب أي لغة وهو مفيد في عدة جوانب فهو يفيدك في تثبيت الكلمات ومفيد لمعرفة تركيب الجمل ويساعدك لاكتساب الطلاقة والسرعة في الكلام وأيضا مفيد لتدريب اللسان على النطق الصحيح لكن الفائدة الأخيرة تحتاج لمواد صوتية يتحدثون فيها بطريقة بطيئة وهادئة من أجل أن تلاحظ وتركز على طريقة النطق ذكرت سابقا أنني استفدت كثيرا من بودكاست يدعى ESL PUT ولمن لا يعرف ماذا يعني بودكاست فهي ببساطة حلقات صوتية فكما أنك تشاهد المحتوى المرئي على اليوتيوب هناك منصات متخصصة في المحتوى الصوتي وكما يمكن الاشتراك في قنوات اليوتيوب أيضا يمكن الاشتراك في قنوات البودكاست ليصلك كل جديد من تلك القنوات المميز في بودكاست ESL PUT أنه يعطي حوارا بين اثنين بسرعة البطيئة ثم يشرح لك معاني الكلمات والجمل بالانجليزية بطريقة هادئة البودكاست لا يزال موجودا وفيه مئات الحلقات الصوتية لكن للأسف لم يعد مجانيا كما كان في السابق لكن هناك مصادر مجانية أخرى مثل Spotlight English طبعا الاستماع البطيء له فوائده والاستماع للغة العادية بالسرعة الطبيعية له فوائد أخرى فنوع بين القسمين ثانيا الكلمة على حدة لو سألتك كيف تنطق هذه الكلمة ستقول Mind لأنك تعودت عليها لكن لماذا ليست Mind ألا تشبه كلمة Mint ولماذا نطقناه بالصوت الطويل بينما نطقناه بالصوت القصير في كلمة Minute طيب ماذا عن حرف U في كلمة Minute لماذا ينطق I بينما ينطق A في كلمة Not المعروف أن هناك قواعد للتهجئة والقراءة في الإنجليزية لكن هذه القواعد لا تنطبق دائما لذلك اكتسب هذه العادة الحميدة استمع لنطقها قبل أن تحفظها اجعل القوامس الناطقة رفيقة دربك وأنصحك بقاموس Oxford Learner's Dictionary أي كلمة جديدة تصادفها اذهب أولا واستمع لنطقها أكثر من مرة ثم تعلمها واحفظها أو اكتبها افعل بها ما تشاء بعد ذلك ثالثا تعلم الرموز الصوتية من الأمور التي كانت تربكني إلى عهد قريب هي صوت حرف O في الكلمات التي تبدأ بCON أو COM فمثلا في هذه الكلمة الأو ينطق بصوت شوى أي كأنه غير موجود فنقول compete لاحظ كم لكن في الكلمة المشتقة منها يتغير صوت الأو فيصبح نطق الكلمة competition لاحظ كا competition الاستماع لنطق الكلمات على حدة أمر مفيد ومهم لكن لبعض الكلمات الأمر لا يكفي وخاصة مع الحروف المتحركة لأنها حروف لعوبة ومربكة لقد استفدت كثيرا من قناة اسمها Sounds American وأنصحك بالاستفادة منها هذه القناة وغيرها من المصادر تأخذ منها علم الصوتيات وأنت لست بحاجة لهذا العلم بأكمله ركز فقط على الأصوات المتحركة Vowel Sounds رابعا استمع لنفسك أحيانا أنطق الجملة بشكل صحيح لكن حين أستمع لنفسي أكتشف بعض الأخطاء أثناء الكلام يكون العقل مشغولا بإيصال المعنى لكن عند الاستماع تكون قوة الملاحظة قوية واكتشاف أخطاء النطق هو أولى مراحل الإلاج لأن الأمر يحتاج بعد ذلك إلى تكرار وتدريب لسانك تعود على النطق الخاطئ لسنوات فكيف يمكن أن تغير ذلك في لحظات لقد شرحت طريقة عملية لتصحيح نطق الكلمات في فيديو سابق أنصحك بالمشاهدة وربما لن تتمكن من اكتشاف أخطائك بنفسك لذلك هناك وسائل مساعدة منها موقع مجاني يسمى سبيتشلينغ يعطيك جمل وعبارات لكي تنطقها ثم تقارن نطقك بنطق المتحدث الأصلي وتحاول تقليده مرة بعد مرة عموما شرحت الموقع في فيديو سابق الرابط أسفل الفيديو أخيرا ما يمكن أن نسميه مبدأ عدم اليقين لا تكون متأكدا دائما أن نطقك للكلمات صحيح بنسبة 100% وخاصة تلك الكلمات السهلة التي تعلمتها قديما جدا ربما لديك أخطاء راسخة ثابتة وأنت لا تشعر لذلك كن متشككا دائما واجعل عدم اليقين في نطقك هو الوضع السائد ارجع دائما إلى القاموس الناطق وأستمع لنطق الكلمات التي تعرفها بالفعل أما عني شخصيا فلأني أنشر الفيديوهات في اليوتيوب فإني دائم الشك حريص على التأكد وهذا ساعدني في اكتشاف وتصحيح العديد من الأخطاء والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم